ويوم عيد مصر العبور العظيم النهاردة حسنا له طعم مختلف وحسنا ان فعلا بنقول ان هناك نجوم وابطال ضحوا بالفعل واخلصوا في تقديم واجبهم فيعني بنقول لهم للشهداء كل التقدير وللمصابين وللمجاهدين الابطال الشجعان ما بقاش محتاجين نصدق اختزال النصر في شخص او اتنين او عشرة او مية ده مستحيل يتحقق فالحمد لله انه عاد لكل هؤلاء حقهم المشروع في التقدير والامتنان وطبعا هم خدوا حقهم الحقيقة من زمان عند الله سبحانه وتعالى انما برضو جميل شعورنا النهاردة لأول مرة منذ العبور ان هناك جيش حقق هذه الامنية وليس شخص او ايا كان العدد اللي كان بيعلن في كل مرة تزويرا للحقيقة الحمد لله هقول تاني كل سؤالهم طيبين فكرة المجتمع وفكرة العمل الجماعي وفكرة الانجاز الحقيقة هي محور هذا اللقاء وما فيش حد حيقدر يقترب من هذا المجال الا وهو من المؤمنين بان العمل الجماعي اجدى وانفع واكثر تحقيقا للطموحات وهقدر اسمح لنفسي اقوله فيه بركة الحقيقة عن الاعمال الفردي فانا بشرفني ان اقدم لكم في هذه الامسية الخاصة جدا اللي انا بشوفش انها مصادفة ان تقام في يوم النصر لعلها تحفز فينا وتنشط وتوقب همما لتقديم واجبنا نحو الوطن ونحو انفسنا والوطن هو احنا لانه كان دايما برضو لما حبوا ينصبوا علينا الناس بتاع الشرطة وقالولنا الشرطة والشعب في خدمة الوطن انا الحقيقة وقتها استفزيت جدا وكتبت مقال قلت هو مين الوطن منزوع الشعب ده لغويا فسدت يعني يعني العبارة دي الحقيقة فسدة لغويا لانه هو الناس هم الوطن وما فيش حاجة هو بيتسمى وطن لانه به بشر به ناس يقتنونه هو فالعنوان لهذا اللقاء دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمعات ونهضة الحضارات دور تعارف العالم كله عليه واعترفت به الامم المتقدمة في كل انحاء العالم وظل في بلاد اخرى اقل تقدما واقل ممارسة للحريات في الصف الثانوي او في مرتبة متأخرة قهرا واستبدادا وضمانا لعدم وجود تأثير غير رسمي على المجتمع فكانت كل جهود المجتمع المدني تحبط وتؤخر وتعرقل وتنال ما تنال من صعوبات اسمحوا لي ان ترحبوا معي ضيف الكريم وصاحب هذه الامسية ولنا شرف استقباله معا دكتور هالي البناء هو اسمح لي يا دكتور هقول واحنا لسه بنحقيك اتفضل طبعا مدام حقيقة يعني بدرت بالطلوع هنحقيه مرة كمان وهتسمحني وانا يعني اقرأ من الورقة لجاه لي انا شخصيا بكل هذه الصفات الهمة هو مؤسس منظمة الاغاثة الاسلامية العالمية هذا الاسم الذي نسمعه دائما في الازمات وفي احلك الاوقات كان هذا الرجل وراء تأسيس كان في غاية الاهمية لحل ازمات حادة جدا تتعلق في كثير من الاحيان بحياة الناس زي ما بيحصل في الصومال حاليا ومعاناة ابناء الصومال وتعرضهم للموت في كل لحظة من اللحظات هو ايضا مؤسس ورئيس المنتدى الانساني شوفوا اللفظ جميل او الحقيقة يعني كان موفق وربنا يبارك في كل خطوات هذا المنتدى الانساني على تجرد اللفظ من اي انحياز لاي حد وهو الحقيقة حاصل على العديد من او للتقدير او الجوائز الدولية وانواع مختلفة من الشهادات التي بذل في سبيلها الكثير من الجهد والعرق انا طولت اعجابا به وباقبالكم على هذا اليوم مرة اخيرة ساقيت ابن عم الصاوي تشرف بان تقدم لكم الان دكتور هاني البنة الحمد لله والسلام على رسول الله طبعا الشرف الكبير لي انا شخصيا لان انا في بلدي وفي الساقية بتاعتي وفي بيتي فجزاكم الله خير على حسن الضيافة وكل الشكر النور وكل الشكر لكم انتم النهاردة اجازة واللي في شرم الشيخ في شرم الشيخ واللي في اسكندرية في اسكندرية واللي في الساحل الشمالي في الساحل الشمالي صح كده لا احنا بتاعطورة دول بقى باخدين اجازة فانا بشكركم كل الشكر انه جيتوا النهاردة في يوم الاجازة هو يوم نصر زي ما الدكتور تكلم عنه والنصر الحقيقي هو انتم واللي حيصنع النصر هو انتم واللي حيصنع الحضارة هو انتم واللي حيحافظ على مقدرات الأهمة هو انتم وانتم هو المستقبل والحاضر واللي حتحولوا تجددوا أجداد الماضي بتاع أبائنا وأجدادنا اللي عصروا أعظم حضارات أنشأها التاريخ مصر أنشأت أعظم الحضارات فلابد أن نؤرخ حضارة جديدة باسمنا نحن في هذه الغرفة وفي هذا البلد ليس كافيا علينا أن نتذكر أبائنا وأجدادنا هذا ما فعلوه ولكن علينا أن نفعل وأن نبني حضارات أقوى وأشمخ من الحضارات التي بناها الأباء والأجداد فأنا بشكركم جميعا في هذه الأمسية أن تتكبدوا هذا العناء وتأتوا وفيه مسلسلات في التلفزيون طبعا حلوة إلى آخر فين حنزلة أنا مش بتاع تكنولوجيا أنا بقى أبني عشان تعمل البتاع ده المجتمع المدني محدش يستطيع يقول أنه شيء جديد أبدا لا نظرية غربية ولا شرقية ولا شمالية ولا جنوبية مجتمع المدني هو جزء من فطرة المخلوق وصفة من صفات الخالق اللي وضعها في كل مخلوق وليس قاصرا على البشر فقط إن هم إلا أمم أمثالكم وكل أمم من هذه الأمم الخلائقية لها مجتمعات داخل مجتمعاتها نفسها النملة في قصة سيدنا سليمان بتقول إيه؟ ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمانة وجنودة يبا كانت النملة ديها دور بتاحمي المجتمع الهدهد في قصة سليمان أيضا كام إيه؟ لما سيدنا سليمان تفقده ما لي لأ أرى الهدهد لأ أذبحنه أو لأعذبنه رد عليه وقال إيه؟ هو راح يجاو يعمل إيه؟ الهدهد راح يعمل إيه؟ راح يعمل حاجة بنسميها دلوقتي في العلم الحديث عشان الميا يجد مصادر الميا فلا مصدر آخر لقد جئتك من سبق بنبق يقين فكان جزء من المكون المجتمعي لمجتمع سليمان عليه السلام دلقارنين لما جاه في قصة يأجوج ومأجوج أتى ليفعل طاقات المجتمع المدني البائسة ويحميها من هجوم الأعداء ويبني لهم صرحا وينقل التكنولوجيا الحديثة دون أجر إن أجريها إلا على الله آتوني زبر الحديد انفقوا في النار إلى آخر فنجد أن سيدنا ذو القارنين أتى لكي يفعل طاقات المجتمع المدني داخل هذه البيئة المتخلفة حضارية واستطاع أن يحمي هذا المجتمع بجيش من هجوم يأجوج ومأجوج وفي نفس الوقت ينقل تكنولوجيا كيف نتخيل الآن في هذا العصر الحديث أن سيدنا ذو القارنين عمل عمل أفران لصهر الحديد وصهر النحاس وبعدين يعمل ما يسميه بالسبيكة للألوي وبعدين يبني هذا القدار العظيم هذا تفعيل لقدرات مجتمع مدني متخلف ثم نأتي بقصة سيدنا يوسف التي كنا نعرفها كلنا في مصر وكيف استطاع أن ينقذ هذه الأمة التي كانت تتقدم على باقي الأمم ويفاعل مجتمعها المدني داخليا وخارجيا وأجعلها حصة الغذاء العالمي في مصر فهذه الأشياء لاست بمستحدثة ولاست نظرية حديثة ولكنها فطرة من فطرة الله الذي خلق الله عليها المجتمع المدني لا يوجد تعريف واحد كلنا ممكن يعرفوا تعريفات مختلفة أما التعريف الذي أقول عليه أنه يجمع كل مكونات المجتمع أنا بقول الكلمة دي وبعنيها ليه؟ الشريحة التانية بقول هذه التعريفة هذا التعريف ليه؟ لأننا نعمل دائما أو نعمل دائما دون أن نعلم حاضر حاضر عشان أن ننور ما تكلمش بعد كده؟ خلاص أنا حاول عند النور يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي مش كده؟ بس ما فيش الحديد في أيدي فليه أنا بأتكلم عن المجتمع المواطن ومجتمع المكونات المجتمعية مجتمع المواطن لأن كلمة مدني فصلت عند بعض الإخوة الإسلاميين عن نوع المجتمع الماني هو سيفل يعني من المواطنين نفسهم فلابد أن نرجع المجتمع اللي هو مجتمع المواطن اللي كان ندخل فيه حزبية عرقية أو فهمية مختلفة على التأصيل الديني دين أمره واحد نمره اتنين كل مكونات المجتمع بمعنى الخلائق الأخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون شركاء لنا فنحن نهملها ونجعل المجتمع المدني فقط قاسر على البشر الذين يعيشون في مجتمع واحد ولكن علينا بفلسفة جيدة أن نعرف أن لنا شركاء آخرين في المجتمع من المقدرات الطبيعية والتيور والحيوانات والمناخ إلى آخره وفي مشاكل كثيرة جدا بتواجه هذه المنظومات ده من هدف المجتمع المدني ومثل المجتمع المدني هو تحسين الوضع الحالي طبعا أنه كلكم تتفقوا في هذا الهدف وله دوابط ما فيش مجتمع مدني إلا أنما لابد أن يكون له دوابط ما فيش أسرة لما لابد أن يكون لها دوابط ما فيش شركة اللي لابد أن يكون لها دوابط لا على ونحن نعمل في المجتمع المدني أن لا نهرب من الضابط أو نتخطى الضابط أو نحتال على الضابط هذا خطأ فلابد أن نضع ضوابط داخلية لنا فنراجع عنفسنا وضوابط خارجية تضعها لنا الدولة والمؤسسات الأخرى ولابد أن نحترمها وعدم احتلام الضابط هو معناه أننا مجتمعيين فاشلين وأفراد فاسدين بيتكون من كل مشكلة أنا قلت التكوين بتاع المجتمع المدني من كل الأشياء دي كلها تكلمت عن كل شركاءنا من بدء الخليقة هو بيتشكل ودي مهمة جدا وفق الثقافات والأعراف المحلية فلابد أن تحترم كافة الثقافات والأعراف والتقاليد المحلية والوطنية الداخلية ما فيش حاجة عندنا زي ما بيقولوا ده غلط مش فانيلا واحدة حيكون لقامها أو مقاسها لنا كلنا كل مجتمع له ثقافة وله خاصية وله لغة وله تاريخ وله أحلام تختلف عن كل مجتمع آخر فوان سايز فيتس اول ما ينفعش عندنا ثقافة السعيد تختلف عن ثقافة بحري تختلف عن ثقافة المدينة تختلف عن ثقافة اللي هو خط القانونات السويس عن سينا عن الواحات كل واحدة لابد أن تحترم ولابد أن في هذا الاحترام أن نجد اللواء الأعراف الداخلية عندهم وتحترم أيضا والشخصيات الداخلية عندهم وتحترم أيضا القيم والمبادئ الأخلاقية لا سنتطول فيها لأننا نكون لنا موافقين لابد أن يكون لنا قيم ومبادئ أخلاقية أيضا لا يوجد خصائص كثيرة كثيرة جدا لا أريد أن نطول في الكلام لكي أعجب أن تسألوا أكثر ما أنا أتحدث لأن أنا لست بمعلم ولكني متعلم ولست بملقي ولكني متلقي منكم وأنا الأكثر المستفدين من هذه الجلسة لأنني أسمع منكم أكثر ما تسمعون مني خلاص فكل هذه الخصائص مهمة جدا جدا أن نعرفها أول خصية فيها الاحترام مهما كان الاحترام هو مبدأ من مبادئ إقامة الحياة لذا فقط مبدأ مجتمع مدني أو مجتمع غربي أو مجتمع شمالي أو جنوبي لكنه هو مبدأ من مبادئ إقامة الحياة على الأرض أن يحترم كل مننا الآخر وأن يسمع يسمع السماع حاليا في منطقة خطورة أن لا نسمع الآخرين ولكننا نريد أن يسمعنا الآخرين ولكننا نريد أن نسمع الآخرين وده جزء من المشاكل اللي بعض الشاب واجهها أو بعضنا كنا في مصر وجناها بعد الثورة أن كل محدة عايز يتكلم طب مين اللي حيسمع لو محد يتتكلم يبقى التاني إيه يسمع ولما حد يسمع يبقى التاني يتكلم نمو المجتمع المدني معقد لكنه ليه مناخ داخلي بتكونه بعض الأساسيات الأخلاقية والقيم والأعراف للمجتمع المدني نفسه الشراكة شيء مهم نحن نركز عليها لأن لا تستطيع دولة أو إقليم أو حكومة أو جمعية أن تفعل الشيء وحدها مبدأ الشراكة لابد أن يكون جزء من فلسفة عملنا في المجتمع المدني مهما كنت أتكلمين بك بعض الأخوة على بعض الميزانيات المؤسسات المصرية أنه هو اللي وصلت مئات الملايين مهما بلغ أو بلغت ميزانية هذه المؤسسات من مئات الملايين فلن تكون قادرة على أن تفعل الشيء وحدها فلابد أن يكون هناك مبدأ من مبادئ الشراكة أنا أضرب لكم مثل أحد الأمثلة في حاجة في جينيفا دي فيها أكبر تسع مؤسسات أو عشر مؤسسات دولية لو ذكرت بعض ميزانياتها زي دي 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 دولي السريب الأحمر زي بعض الكنائس زي أنت بتتكلم على على الطاولة في عشرين لتلاتين مليار دولار ميزانية فقط ليه قاعدين مع بعض ليه بيتكلموا مع بعض ليه بينقلوا المعلمات لبعضهم البعض عشان يرسموا صورة أقوى وأنصع لمجتمع مدني عالمي فإحنا في مصر هنا هو حكاية الأن أنا والشخصان والحاجات دا والحزبان دي ما تنفعناش نحن نريد أن نبني مجتمعا جديدا أن مصر والدول العربية أو الربيع العربي يرى ميلاد بعث عربي جديد ولابد أن يكون جزء قوي من بناء هذا البعث أو اسم هذا البعث هي أن نبني مجتمع قوي نبني مجتمع مواطني قوي أو مدني قوي أو مؤسسي قوي أما الفردية والشلالية والحزبية والجمعانوية فهذه جزء من التاريخ من أراد أن يشارك في بناء المجتمع ولابد أن نشترك جميعا بعرفنا وتقاليدنا وقيامنا وثقافتنا وألواننا وعقائدنا وإيمانياتنا المختلفة لأننا نبني وطن لنبني حزب نبني وطن لنبني أقليم نبني وطن ونبني أمة تريد أن تصنع حضارة لا فقط فقط مجرد كذب حزبي أو دخول إلى الانتخابات أو أو إلى آخر هذه بعض الأدوار الأخرى الذي يريد أن يعمل في مؤسسات المجتمع المدني لابد أن يكون متجرد وقبل هذا لابد أن يكون مؤمن الإيمان هو الركن الأساسي من نجاح عمل مؤسسات المجتمع المدني أن تؤمن بأنك وأنك صاحبة رسالة أما صاحبة وظيفة فالملايين يستطيعون أن يقومون بهذه الوظيفة خير منك أو خير منك أما صاحب الرسالة فليعد إلا بالأحد فالذين يعملون في المجتمع المدني أو مؤسساتي لابد أن يصبحوا أصحاب رسالة ليس أصحاب وظائف من أراد أن ينبري لوظيفة فليذهب لشركة بترول أو شركة أوتوبسات أو شركة إتاني أو تيكاوي وإخبارك إلى آخر الاستقلالية مهمة جدا والاستقلالية بمعناها عن المانح الذي يفرض عليك شروته بعض المانحين المشاركين في المؤتمر الماء فقلنا لا 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 أخذ معي البيت أو ديني حقاها بقا يعني دي بكم دي بجنيه ألا باتنين جنيه أه بكم دي جنيه ونصد ودي بكم دي عملنا خمسة جنيه فلابد أن نتعاوذ أن نقول لا لأن من لا يستطيع أن يقول لا لأن تتكون عنده شخصية اعتبارية تمثل مؤسسته لكن لا على الفاضي لا إنسان يدرس أي قيمه إما بدءه ويستطيع أن يقبل ويرفض خاصية مراقبة أجلسة الدولة أحد الأشياء التي حدثت في بلد ما في مكان ما في زمان ما أن حصل علاقة آثمة بين مؤسسات المجتمع ومؤسسات الخاص والدولة فأنبتت نتوءات غير مجتمعية شلالية كذا 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 فالدور هذا لما أغفل أن يقوم بالمجتمع المدني أحصلت هذه العلاقة الآثمة بين مؤسسات الحكومة في مكان ما والقطاع الخاص كثير جدا من الخصائص التي نتكلم عنها هناك خصائص قوانية اقتصادية فنية اجتماعية توفير وظائف كنت أنا أتكلم مع بعض الأخوة قبل كذا لو نحن عندنا 30 ألف جمعية في مصر وكل جمعية يتوظف خمس موظفين يبقى نحن وظفنا كام 150 ألف موظف يعني أفدنا كام حوالي نصف مليون لثلاثة أربع مليون مستفيد من عائلات فلو كنا نحن عندنا عشرة المضاعفة فلو قوة اقتصادية في تأهيل وتدريب وإيجاد فرص عمل سواء كان في الريف أو في الحضر مصالح العامة استفادوا إلى آخر إلى آخر أدوار المجتمع بقى دي جدء من أدوار المجتمع المدني اللي أنتم بتعرفوه أكتر مني يعني تحدثت الأمن والسلام المجتمعي للمواطن أنا بنتقي بعض الأشياء يعني إيه الأمن والسلام المجتمع يعني إيه أمن والسلام مجتمعي من بات أمنا في سربه معافا في بدنه عندها قوة يومية كان كما حيزت له الدنيا دي أشاسيات بنسميها أمن مجتمع دلوقتي في الغرب وفي الشر وفي الشمال والقلوب يارو عدونا عنده بيت ينام فيه أو مكان يبيت فيه عنده قوة يومه عنده وظيفه عنده قسط صحيح دي بيوفرها المجتمع المدني وبيكمل في هذا دور الحكومة ودور القطاع الخاص مواري إضافية يعني دورة رأس المال لو تحدثنا عن أن دورة رأس المال المؤسسات المجتمع ده أو رأس المال المجتمع المدني في مصر عشرة مليار جنيه مصري وأنا أقول هذا وأنا مغمد العينين اللي لم تكن أكتر في بريطانيا عشرين مليار جنيه سترليني للمؤسسات الخيرية وليس مؤسسات مجتمع المدني كلها ها؟ خلتشوف قوة المجتمع دي فلو احنا بنتكلم عن عشرة مليار جنيه مصري ودي نسبة يعني ايه محافظة جدا لدخل المؤسسات الخيرية في مصر مسجلة فضاء شؤون الاجتماعية سيجد أن دورة رأس المال دي قد تصل إلى مئة مليون مئة مئة مليار يعني ما تلف من ألف إلى به إلى جيم إلى دار إلى حه إلى وار فتنعش اقتصاد فلا نستطيع أن نقول أن المجتمع المدني ومؤسساته لا ينعشه الاقتصاد الوطني بالأضافة إلى توفير فرص العمل بالأضافة إلى حل المشاكل المجتمعية بالأضافة إلى إبراز قيادات محلية ودولية بالأضافة إلى استكمال البرنامج الذي تسعى إلى تحقيق الحكومة والقطاع الخاص أمثلة بقى فيه أمثلة كثيرة جدا وأنا سأتكلم عن مسأل واحد لأنه أنتم تختلفين المختلفين عليه في مصر كل شيئات أنتم عارفينها طبعا بعد كده اللي بعدها الأحزاب نمو طبيعي للمجتمع فهي مكون مجتمعي مدني هنختلف عليه السياسة أو غير السياسة هم نتكلم عن مجتمع كبير نقول الحزب هذا ليس مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني قالت لها سبغة سياسية ولاست سبغة خيرية هناك شيئة ثانية القبائل والعشائر عندما ننزل ننزل مرسمة أو ننزل نروح الواحات لا نستطيع أن ننسسني القبائل هو المجتمع المدني ومؤسسه التقليدية لا أنا كنت في ليبيا وليس جاء من ليبيا الأسبوع اللي فات كنا نتكلم في بنغازي عن دور القبائل اللي بدأ ينفخ فيه الرئيس اللي هو القائد زنجا زنجا اسمه ايه قذافي فعايدين يشيركم لا تستطيعوا أن تمحوا كلمة قبائل من مجتمعكم لأن ده التركيبة التقليدية عندكم لابد أن نتعامل معها لابد أن نؤهلها لابد أن نعلم شبابها ما هي الصورة المستقبلية للدولة فما أستطيعش أننا أجل لتقليد لوجود تقليدي لمجتمعا ما وأمحيه من الوجود في حاجة تانية أنا كنت تكتبها للمؤسسات الدينية مكتوبة عدد عليكم أوعا نقول أن المساجد والكنائس مش جزء من المجتمع المدني أبدا ده بالعكس ده النقاج دي الوقت في أوروبا وأمريكا كيف نؤنسن 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 كيف نؤنسن المسجد والكنيسة والمعبد لأنها منشآت كبيرة جدا دفع الناس فيها أموالهم سواء كانت صديقات أو هبات أو الأخر فنجعل لها عمل إنساني يختلف عن عمل الديني للكنيسة والمسجد لكنها منشأ مجتمعي أفرزته المشاعر الدينية لهذه الفئة أو هذه الطائفة فلا تستسنى ولا قوة قبيرة جدا أقوى من قوة الأحزاب كل هذه العناصر تؤثر سلبا وإيجابا في نمو المجتمع على حسب البلد وعلى حسب المناخ وعلى حسب البيئة وعلى حسب كل هذه الأشياء نتكلم عنها فإذا توفرت الأساليب التي تجعل المجتمع أو مؤسسة المجتمع المدني تنمو فسناستطيع أن نرى دولة قوية يعني بمعنى كنت أنا بقرب بعض الأحصائيات التي درستها في شبكة العربية ونظمات غير الحكومية في مصر كانوا يتكلمون عن عدد المؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية ثم عدد السكان فوجدنا أن في مصر في ساعة التاريخ كاننا حوالي 81 مليون نسمة كانوا 27 ألف جمعية يعني بمعنى أن كل جمعية بتخدم 3 ألف أو 4 ألف نسمة في لبنان كانت أقل من كده كان 1050 لبنان والأردن 1500 و1400 في كل دول الخليج تعدد الـ 5000 و32 ألف و40 ألف و5 ألف لماذا؟ لأن لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني وهنا التعليق أو التصريح من عندنا شخصيا أن نمو الدولة وتقدمها لا يقاس فقط بالدخل أو الرقعة أو العدد السكان بل يقاس بعدد المؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمفاعلة للمجتمعات ما يهمنيش أن أنا المزنية بتاعتي تريليون جنيه استرليني في بلد ما لكن ما عندش ولا مؤسسة أو عندي مؤسسات وهمية أو عندي مؤسسات ورقية النمو الحقيقي والتقدم الحقيقي لمجتمعات أو للدول هي بتفاعل المواطن في بناء النسيج المجتمعي لبلدي ولدولتي تفاعل الحقيقي الذي يخرج من القرية يخرج من الحارة ويخرج من المدينة ويخرج من الحي ويخرج من كافة التواقف التي تريد أن تعبن عن مشاعرها في تقديم خدمات مجتمعية للبلد وخارج البلد التحديات بتجدني أنا أهم تحدي في التحديات التي أجدها أنا شخصيا خاصة في المؤسسات الخيرية الإسلامية هو أن الموارد البشرية كأمثالكم بيحجموا أو يحجموا عن العمل في العمل الخيري أو عن مجتمع لماذا؟ لأن الفلوس قليلة أنا أذهب أشتغل في شركة أمبي ولا في أمبي في أغير أمبي يلعب في الكرة من أمبي والمقاصة المقاصة بيحجموا عن الفلوس بيترو جيت بيترو جيت ولا مقوين العرب ولا أي تاني ولا المقاصة ليس فلوس بردك دي ولا قونا عند أخونا اسمه سويريس سويريس ما عنده فلوس بردك وعسيب الجماعة الغلابة اللي هم بتوع العشوائيات والحاجات دي كلها لذلك أنا قلت في الأول لما كنت صاحب رسالة ما تنفعش تشتغل في المجتمع المدني وصاحب رسالة أنت وأسرتك وأنت ومن حولك لأن اللي عايز يبني لازم يضحي اللي عايز البناء يعلى لازم هو يوطي عشان البناء يعلى لازم يخفض جناحه للبناء نفسه لأنه لا يرى نفسه ولكنه يرى البناء الذي يستفيد منه الآخرين بعض التحديات اللي بنتكلم عنها اللي هو النخبة بتدحكي أنت دحكني بتدحك ليه النخبة أي يعني نخبة يعني نخبة يعني شلة يعني ايه أنا مجتمع أنا خمسة وتمانين مليون نسمة أنا أريد أنقط لإخطاءات خمسة وتمانين مليون لخمسة أو عشرة أو خمستاشرة أو ألف أو خمسين ألف إذا كنت أنا أسمي نفسي من النخبة فقمتي في المجتمع هي بما أفعله من الخمسة وتمانين مليون لأسماء أنظره مع نخبتي فلا أدور في حلقات مفرغة أو مفرغة ودي خطيرة جدا في الفهم حاليا لأننا أصبع عندنا سقف من الحرية عالي ولما عالي السقف كل يتكلم ولما تكلمنا مش عالفين إحنا رحين فين وحنعمل إيه وحنودي إيه وكل واحد بيقول لا كل واحد صعب بيقول آه كل واحد بيقول نخرج كل واحد بيقول نقطة وعننا سنروح فين بعد كده فلذلك أهم شيء هو العنص هو الفرد مهم جدا القوانين المحاسبة والمتابعة لابد من اللي ينشئها؟ الدولة تنشئها ونحترمها ونشاركها في إنشاءها وفي نفس الوقت نحن ننشئها داخلية أضرب لكم المسأل لو نتكلمنا عن الإغاثة الإسلامية فيها جهاز للمحاسبات وجهاز للمالية وجهاز للتدخيق الداخلي ومراجعة الداخلية بالإضافة إلى المراجعة الخارجي القانوني بالإضافة لجهاز الجودة قبل الكلام ده ما يروح لمين؟ للحكومة خمس أجهزة رقابة داخلية عندنا حاجة منها يبقى يعيب فين؟ يعيب فينا قبل ما نعيب على الحكومة ونعيب على الشؤون الاجتماعية ونعيب على كذا وعلى كذا نعيب على نفسنا مدة استمرار الزعيم في مكتبه يعني مثلا بعد 24 سنة قلت أنا حمشي وأسيب الإغاثة إزاي؟ ها؟ يعني تقبيدة مش كده؟ إزاي؟ إزاي تمشي؟ لكن مشيت الحمد لله واتفقت معنا إخوة مشيت فدلوقتي المفروض يكون في تداول تداول في القيادة وتداول في السلطة وتدريب للكفاءات البشرين اللي موجودة في المؤسسة عشان تحسنا لها مستقبل ودي من التحديات كبيرة جدا الاستنفاع والمصلحة الشخصية وأهل الثقة ودي مهمة جدا نمر 12 أن تنشأ مؤسسات لصالح أحزاب أو لصالح جماعات أو لصالح شخصيات في منطقة الخطورة أنا شخصيا أقول من حق الدولة أغلقها ومحاسبة من أنشأوها ومعاقبتهم كذلك لأن لابد أن يكون عنصر الشفافية هو عنصر أساسي الأمريكان بيعملوا إيه؟ كان معنا مرة بزور بيل كلينتون رئيس بيل كلينتون بريطانيا ساعة المكان سفير للسنامي لأم المتحدة فتكلم فقال إحنا نعذر المؤسسات الإسلامية أننا نضيق على العمل كل في كل مكان في العالم لكن لابد أن نمسك المؤسسة المخطئة ومن أجل ذلك نعاقب كثير من المؤسسات قد يكون لها حق في هذا لكننا ساعدناهم على أننا خلطنا الأوراق إن لم نخلط الأوراق والإغاثة الإسلامية بقى لها 28 سنة في غرب لم تخلطت الأوراق لم تقفلت لها هناك مؤسسات في أمريكا وفي سويسرا وفي بلجيكا وفي هولندا خلطت الأوراق ويقفلت في 24 ساعة وفي ناس مقبوسين لمدة 30 سنة في السجود الأمريكية خلط الأوراق في منطقة الخطورة وخلط الأوراق في مصر يمثل ذريع من الذراع التي تخلق المؤسسات وتضيق على العمل الخيري فلا سيسنا ولا جمعنا ولا حزبنا في العمل الإنساني المجتمع اللي نتكلم عنه مرأة والشباب في مصر دونهم إيه؟ زينة بلا يخدهم عشان يقوم معهم صورة طلع حبة شباب بخدهم معايا صورة وحبة نساء كده استواروا معايا عشان فيه دعم جاي من دعم العون الأمريكي أو من دفد أو حاجة دا كده لا يكون لها مشاركة فعلية وأنا وأعيب على بعض المؤسسات الإسلامية اللي أنا منها أن العنصر النسائي فيها ضعيف جدا جدا فده بقى سؤال للفقهاء في مصر ما هو دور المرأة المسلمة في العمل المجتمعي الوطني الداخلي والعمل المجتمعي الدولي نذهب لمخيمات في الصومال أو في الشيشان أو في البصنة ولا نجد امرأة مسلمة أو في أفغانستان أو في باكستان ولا تكشف المرأة هناك إلا على مرأة وإلا تكون هناك مرأة فتموت المرأة ففين دور كنتوا بقى وحنا عاديين كلام نتكلم مع بعض وما شايخ تفتي وتطلع كلام طبعا أنا عايز أخرج عايز الشيخ والفقه يتعامل أو يتفاعل مع مناخ البيئي للفقه المجتمعي مناخ البيئة يسبكر عنعانة وعنعانة عنعانة جيدة تديك أشياء راسخة لكن أنا المجتمع يتغير والمجتمع يتغير كل عاشية ما أضوحها بسرعة التكنولوجيا الحديثة المستعملة ثم بعدد الشباب الذي يمسر 50 أو 60% من المجتمعات إلى الآن في المنطقة الإسلامية ثم عدد الكوارث التي تصيب الأمة من شرقها لغربها ومن شمالها لقلوبها فأين دور 50% من المجتمع المسلم في التفاعل مع دور في الكوارث والأمور الأخرى القوانين واللواح إلى آخري المعايير الإنسانية مهمة جدا لابد أن نعرف المعايير الإنسانية الذي وضع المعايير الإنسانية ناس موجودين في جينيفا وفي نيويورك سنعيب عليهم أنهم مش مسلمين خلاص أنت عملت إيه؟ خلاص هم عملوا جزاهم الله خير أرفع لهم تعظيم السلام عايز أغير أخش أغير معهم لكن ما أعدش أنا إيه؟ ألقي بالتهم واللوم والسب واللعن على ناس اكتهدوا وأنا نائم ناس اكتهدوا وأنا غائب ناس اكتهدوا وأنا غير حاضر فلابد أن أتعامل مع هذه المعايير وأحاول أن أغيرها معهم من الداخل بأسلوب من أسلوب المشاركة والتعاون والتواصل بيني وبنهم أنا مش هتول كتير عشان إيه؟ فيه أشياء أخرى عدنا نتكلم فيها المخاطر يعني التوجيه من يوجهنا؟ في منتهى الخطورة دور مجلس الأمناء أن يكون مجلس الأمناء هو مجلس شكلي يهيمن على العمل التنفيذي وهو الذي يزل القرارات لابد أن يكون مجلس الأمناء مجلس فعلي يضع رؤى بمشاركة مع المجلس التنفيذي ولا يتدخل هو توجيه فقط وليس تنفيذي إلى آخر لو نحن نشأنا مؤسسة بكل يوم أصبح لها هدف دي أحد الأشياء المخاطر الكبيرة جدا في العمل عندنا وطبعا ده عندنا إحنا كنا يمكن في بعض المؤسسات العشوائية والعاطفية والارتجالية وعدم التخطيط في بدء العمل إلى نهاية العمل طبعا الأخيرة دي مهمة جدا 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 بعض المؤسسات والأسف بيصبح لها دور في إثارة الفتن أنا لا أريد أن أقول أين وكا ومتى وكا لكنها موجود وتثير هذه الفتن في أماكن مختلفة بل وتسيسا من قبل من قبل الدول أو الحكومات أو المنحين ودي خطيرة جدا ليه كيف أهم شيء في مواجهة هذه المخاطر هي أن نبني جسورا بيننا وبين المسؤولين المسؤولين في الدولة هم أخواتنا مهماش أعداءنا وكثير جدا منهم ما يعرفوش ما هو المجتمع المدني وفعالياته وحيثياته وثقافاته وطاقاته فلابد أن نجلس معهم وإليهم لكي نتعاون في وضع الصورة المتكاملة للدولة نفسها ولمجتمع الدولة نفسه لكن أن نجعل بيننا وبينها فجوة فستتغلد هذه الفجوة لعداء كل مسؤول في الدولة هو لنا ونحن منه ونحن جميعا نكون مع بعض هذه المنظومة المتكملة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وقطاع المجتمع المدني كذلك دورية التقارير أنا أسأل سؤال لو كان حد في مجلس الأمناء هنا من منكم يطلع على التقارير الدورية المؤسسة داخليا كل ثلاثة شهر أو كل أربعة شهر أو كل شهرين أو كل ستة شهر هل بنصدر التقارير الداخلية احنا بيننا وبين بعضك أو مؤسسات من الآن مش عايز أخره للدولة وأكلمها أنا عايز أخش النفس أنا ها أنا عندي غسيل ليس بنظيف ومش عايز أنشره في الخارج هل بنصدر التقارير الدولية عن عملنا سواء كمالية أو تقارير أدبية أو تقارير على المشاريع ولا ما بنصدرش لما حد مننا يجريت له التقارير وما يكونش عندي هذا التقارير ما بدناش المنحة وتقول يا سلام دود الدنا دود الد المسلمين دود الد العرب دود الد كذا كذا أنا ما عنديش الحيثية والتي أستطيع أن أقدمها للمانح لكي يحصل على دعم وأحد هذه الحيثيات هو أن أعتمد على نفسي في إنشاء التقارير الدورية والحمد لله بسم الله ومشألا كله ومشكلوك كذا جامعيين متعلمين حاذقين فلا بد أن نعرف أن دورية التقارير هي مهمة لدورية دائمومة لاستمرار بناء القدرات دي شيء خطير جدا 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 ليه لأن من غير قدرات مهمة ومفاعلة ستحضر الأموال ستحضر الأموال ستحضر الأموال أنا بقول لا ده أنا عايز الجنيه يوصل للناس مية في المية ما عنديش مشكلة من اللي حيعلمني وينمي كفاءتي ودربني وأهد الأخ ده والأخت دي أصنهم يعني كواسين وأطقياء كويس تقوى شيء لنفسه لكن الحرفية شيء للمجتمع أنا عايز التقي الورع القوي والأمين القوي في الحرفية والأمين في الأمانة الشخصية فلابد من الإنفاق على التدريب وتنمية القدرات ويكون ده مطلب أساسي للدولة من الدولة وللمانح نفسه نقول للمانح إن لم نضع هذا الجزء في تدريب المعاملين في المؤسسة فسيهضر الجنية لكن لو صرفنا من كل جنيه عشرة قروش أو خمسة قروش على التدريب والتأهيل سنستطيع أن ننمي هذا الجنية مصيف الإدارية إلى آخره المراقبات الداخلية كيف يمكننا مواجهة هذه المحذير الأسليب الجديدة إنه نعمل خطط في حاجة اسمها أنه ناخد الحاجة من تحت الفوق بمعنى يعني مثلا هذه كل مثل كنا بنجير مخيمات في سعدة سعدة دي في اليمن في الحرب بتاعت الحوتيين مع الحكومة كان جزء من إدارة المخيم هم النازحين جزء من المخيم هم المشاركة مشاركة النازحين في إدارة المخيم فهو يقيم الخدمات الصحية ويقيم الخدمات التربوية ويقيم الخدمات الاجتماعية ويقيم كل شيء مع مدير المخيم مع الأمم المتحدة وهذا أسلوب جديد لابد أن نعتمد على السماع لهؤلاء لأنهم يعيشون في المخيم ليلة النهار كلمنا عنه بالتفصيل اللي هو المراقبة والتدقيق والتقييم إلى آخرة فرص المتاحة نبقى في مصر دلوقتي خلاص؟ وصلنا فين؟ وصلنا فين دلوقتي؟ قاعدين؟ لا أنا مجد من التحرير من التحرير كل أسبوع في حاجة حلوة بتحصل المشاركة الشعبية مش عايزين نفقد هذه اللحظة وأن تتغير اللحظة الانفعال والمشاركة إلى إحباط ده تحدي في منطقة الخطورة لما ارتفع سقف الحريات لابد أن أعرف ماذا أريد أنا رايح زعق أنا مرة في انتفاضة اللي كان نسميها زمانة اللي يرحمه الرئيس السادات رحمة الله عليه السفات إيه؟ كنت أنا من الحرامية دول بقى كنت أشغل طبيب ورايح باب الشعرية ولبس وماشي من هنا من عندكم من ناحية التانية من مصرح البلون رايح لإيه؟ للتباب الشعرية بقى بدلة سودة كده شيك وكان لها شنب كده وكنت لبس ندرة بيرسل كده يعني كنت شيك قوي يعني من زي دلوقتي وعندي شعر ساعتها وماشي كده وبتاعة ده فلأيتم عادين بيكسروا إيه؟ يكسروا فيه؟ كان يا مكان ما خلاص بقى يا لأيت الزمان إيه؟ دالت الشباب ويعودوا إيه؟ يوماً فالمهم إيه؟ وأنا ماشي كده لأيت الشباب السلوانين عادين بيكسروا في إيه؟ في البترينة بتاعة السجاير يعني واحد رأس مالو بخمسين جنيه قفوا في محلات عصير قاصة بليف شلعوا بأبو العيلة ده الشلع اللي هو ست وعشرين يولي ده لغاية ما وصلت لمبنى الكهرباء اللي في الجلاء وكل بيكسر يدرب على الإزاز ويكسر الإزاز وكل يصفر ايه؟ أنا بقفت كده نسيت إن أنا إيه؟ من الحرمية وقولهم يا أخوانا المبنى ده بتاع مين؟ بصوا لي كده بصوا على شكلي طبعا أنا نسيت إن أنا كنت شكلي بس بدلة كده ومشي المبنى ده بتاع كو قالوا لا مش بتاعنا بتاع الحكومة طيب الحكومة عملا منين؟ ما انتم لدفعين حقه بتقفوا عملا منهم بصفر صفارة قال ده منهم هو قال منهم كده ولقيت شارع الجلاء وشارع مش عارف أبو العيلة وكله أمم بتجري أنا ما بعرفش أجري ودلت واقف كده قلت يلا إن لله وإن هو أشهده إله إلا الله وإن محمود رسول الله خلاص حمود بقى لقيتش أربعة خمسة طلعوا لي مش عارفت له عمين كل واحد فيهم طوله اتنين متر أكيد هما طبعا من أمل والأمن في تكرني أنا من الأمن أو من خبرات فعمروا علي كوردون كده حموني قال لي امشي من هنا ولا تنظر ورائك قلت له محاضر أنا محدش عارف أين تابع مين دول عارفين أنها تابعهم ودول عارفين أنها تابعهم فطبعا المهمة في دي أننا سقف المشاركة الشعبية لابد إحنا ما نطلب شيء ما عارفين هايزين إيه ومش كل يوم نروح بطلب جديد ما ينفعش كل يوم بطلب جديد ما ينفعش المعنى أن نحن ناسنا عندنا النضوج السياسي والنضوج الفكري وليس عندنا استقراء لحاجة المكتبع ولحاجة الدولة ولكن هو استقراء لحاجة المجموعة أو النخبة أو الفئة أو الجماعة خلاص أنا مش عايز أتكلم في السياسة الصريحة اللي بعدها تحالفات هل تحالفاتنا قوية أم هاشة لابد أن تجد تحالفات تحالفات على مبادئ واضحة على عموميات على قيم نستطيع أن نضحي كلنا من أجلها ليس تحالفات على أن فلندا يبقى الزعيم أو فلندا يبقى الزعيم أو فلندا يبقى الزعيم لا مش حاجزين هدي لأننا بنبني مجتمع نريد أن يكون قوي تعريف الحكومة يقوم بمجتمع الأهلي دي أخر كلمة أنا حقولها قبل ما أختم من أمن بفكرتي أقام حضارتي أنا أنا نايم الصبحية صحيت من أنهم بردد الكلمة دي لكن هي بالضبط الحضارة فكرة والقدماء المصريين لما عملوا حضارة كانت مجرد أفكار لكنهم أصروا على تحقيقها أصروا على أمنوا بفكرتهم فأصروا على تحقيقها فأصبحت الفكرة هذه البثرة أصبحت شجرة ثم أصبحت غابة ثم أصبحت موئل ثم أصبحت حضارة من أمن بفكرتي أقام حضارة أنسيت تحت فإن أردنا أن نبني حضارة لمصر أعظم من الحضارات التي بنيت فلا بد أن نكون مؤمنين بأفكارنا وبقيامنا وبحضرتنا وبأنفسنا كذلك وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمد عبد المنعم شعر ومحرر وعضو لجنة حكمها مصر من خلال البحث بعمله في الملحاية الثقافية السعودية وجدت أنه فيه حوالي 3200 عمل مؤسسي عملتهم السعودية في جميع البلدان جميع البلدان في كل القارات فدي يعني ممكن من النحية الظاهرية نقول أنها جميل شيء جميل جدا 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 ولكن من النحية العملية اتضح أنه عملية تواجد بس يعني أحط رجلي في البلد وبعدين يعدلها ربنا بالبلد كلا دي نقطة النقطة الثانية احنا عندنا هنا في مصر يعني كتير جدا جدا جماعيات خيرية وتعاونية واقتصادية وفلسفية وثقافية ولكن الدور الرئيسي للجماعيات دي عملت ايه للمجتمع دي نمرة واحد نمرة اتنين التمويل فيه تمويل مشكوك فيه وفيه تمويل لا عارفينه انه هو المفروض يرفض لأنه مشروط فيه تمويل مشروط وسيادتك فاهم الكلمة دي كويس اه تلت اسئلة انا عرفتهم دلوقتي اخر حاجة بقى هولا انا اسف مالش دي طابع اه حاليا انا يعني طرحت مشروع للفنانين التشكليين والخريجين التشكليين على الدكتور احمد مجاهد وان احنا والدكتور غازي ان احنا نعمل معرض دائم معرض دائم حضرتك اكلمت في حاجة انا بتكلم فيها دلوقتي نعمل معرض دائم للناس الخريجين دول في متحف محمود مختار وناخد جزء من الجنينة علشان يبقى معرض دائم هل الافكار دي فين الدولة عشان ترعى الكلام دا وتنفده شكرا بس حروض على الاربع اسئلة دول لانهم دول يعني عندهم قواصم مشتركة في اسئلة كثيرة تطرح بالنسبة للعمل العشوائي احنا منسميه بالعربي السياحة الاغاثية الان انا بروحهم مطلع طيارة واقع السورتين ونازل كسين دي تاتاتاتات وخص الحدود او مراجع ده ماينفعناش ده مش مشروع ومش مؤسسة ومش منتج دي تعتبر شهوة عند شخص أجر طيارة فتلعب في خاطر عب السور ورجع. محلش مشكلة مجتمعية. قبل حلتك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. ايه دورنا احنا? هل احنا حاسبنا انفسنا قبل انه حسب? ما هو الدور الفاعل للتلاتين الف خمسة كمه الف مسلا? خمسة وتلاتين الف وسبعمية. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. عملنا ايه? احنا ورق. ما قبل ما تيجي انشاء الله الانجتماعية وتقفلنا او تحاسبنا او يطلعوا بعض في الجرائب بعض المقالات السيئة واللي ويتهمونا بكذا كذا لابد احنا نعرض. هذي بداعاتنا. ها? فلابد ان نعرض ماذا فعلنا بأم الناس لان ده مال عام. ليس مالنا. صاحب المال الحقيقي لازية الدولة ولكنه الفقير. المرتب الذي يدفع للعاملين في اي مؤسسة مجتمع مدني او مسخير فيها هو مرتب من مال اليتيم والارملة والمسكين والفقير والشريد والمريض. فلابد ان نتعامل معه وصورة هؤلاء امامنا. فلابد ان يكون عندنا شفافية محاسبية عالية جدا. نحن اجراء عند الفقراء. الذي يحاسبنا امام الله سبحانه وتعالى ليست الحكومة الانجتماعية ولكنها الفقير والمسكين واليتيم والارملة. هذا موقف عظيم. والله سبحانه وتعالى لن يضيع حق اليتامة والمسكين. ده نمرة اثنين. نمرة ثلاثة الاموال المشبوهة من حقق ان تقول لا. ودعاف النفوذ في المؤسسات كثير او بعضهم او قلة. مش مشكلة بعضية مهم. يعني بغد النظر عنها. فلابد لو احنا بنينا مؤسساتنا من الداخل واصبع عنها عندها معايير واضحة في تلقي الاموال ورفض الاموال والدخول في المشاركات فندخل مش في مشاركات مع ناس بشرطنا. قبل الشروط جزام الله خير. لم يقبل الشروط نبحث عن غيرها. واهم عنصر كنا احنا في مقدونيا عاملين مؤتمر لأول مرة مع المنتدر الانساني استنى اللي فاتت ساعة البركان بتاع اوصله ما كان نهايك كده واكتنف نيروبي الحمد لله وخطة يرى الاسطنبول ومن اسطنبول خطة عربية اربع تشار ساعة لغاية ما وصلنا الحاجة اسمها اسكوبيا اللي هي عاصمة مقدونيا. ها الكاميرا يا شايفاني. اقول لك. ها? فاحد الاخوة من 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 مقدونيا ما كانش مسلم وكان ارتدوكسي مسيحي. الاهم عنصر في جمع المال عندنا لاسة الاتحاد الاوروبي ولاسة العاون الامريكي ولاسة الحكومة البراطنية ولكنها الشعب المقدوني نفسه. الشعب المقدوني او الشعب المصري سيكون هو الركيز الاولى التي تستطيع ان تعطيني استقلالياتي وتكون لي شخصياتي لان انا في هذا الوقت استطيع ان قول لا ونعم لان انا عندي استقلالية مادية. الاخ اللي وقف هنا تيجي تقول هنا من الاول عشان بس الناس معك. بس اجز. انت خلاص دي او في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن كلية السيدات. انا اقول بس ها اكد على نقطة وهوت سؤال. اول نقطة عندي نقطة تأكيد على فكرة العمل الجماعي. انما لما يحب انزل مجتمع وعايز اطور المجتمع وعلل يعني الحضارة فيه. لازم احس المجتمع ده ان هو الفكرة اللي طلعت منه والحضارة دي نشأت منه هو. وده زي ما دكتور اتفضل قال قصة ذي القرنين. هو لما نزل قالوا يا ذي قرنيني ان اجوجة مجوجة. لحد اخر الاية. قال لهم ايه? اتوني زبرة الحديد. انفخوا في الصور. اه اه. لحد ما هم اللي عملوا كل حاجة في الاخر. وهو بس كان ايه? فكرة ان هو نزل وحسسهم بنفسهم. ده اول حاجة. اه. تاني حاجة عندي عايز سأل حضاري بتول الاموال المشبوهة. اه. اه. يعني بالنسبة ايه اللي بيحصل لتمويل المجتمع المدني ان التمويل اللي بيجي من بره بيبقى مش هدفه التمويل بيهدفه التمويل المؤسسات المدنية عشان نشر فكرة الممول في المجتمع سواء كانت فكرة غربية وكده طب ايه هي ايه هو التمويل البديل للمؤسسات المجتمع المدنية فوق النظر حضرك شكرا شكرا حاضر حاضر انت اللي بعديه على طول بس ما فيش جندر ايكواليتي يعني انتو كلكم رجالة وانتو بسم الله ما شاء الله ايدي الواحد فيكو بسم الله ما شاء الله سيفن عادي اليد كده يكون يعني معلقة صغيرة كده من الاخوات او او شوكة اللي هو الاموال المشبوهة قضية الاموال المشبوهة دي قضية اعلامية اكتر من قضية واقعية الاغاثة الاسلامية اسمها اسلامية او غيرها بتاخد فلوس من حكومات وبتاخد فلوس من مانحين بشروط شروط للمجتمع اللي بتخدمه ما فيش حاجة اسمها اجندة كده او كده او كده اخباتك هذا لا يعني ان في ما فيش مانحين بيتنفذوا هزي الاجندة فزيك انا بتحدث معك الان وغدا ان نحن نريد ان نكون لنا شخصية مستقلة اعتبارية للمؤسسة تستطيع ان تقول نعم ولا لا نعمين ها شو الاغنية بتقول لك ايه نعمين ها اخبالك نعم ولا فلذلك ده جزء من التكوين الدخيل لك اللي تنبطح امام المال ثم تفكر من اين قتن مان فيها بعض الخطورة هنا قد يكون في بعض الرموز اللي موجودة في دولة ما رموز سياسية او رموز مجتمعية تستطيع ان تأخد بعض المنح من بعض هذه الجهات وهذه ليست جمعيات او مؤسسات فحينما تعطى هذه الاموال لأفراد يحدث الخلل ويحدث الفساد فلا بد ان لا نقلط الاوراق بين شخص له علاقة ما بمؤسسة ما او بداملة ما يريد ان يدومقرت يدومقرت مش كده برضك يدومقرت او قدر كما يقولون او ينشر فكر معين لكن ده شخص لابد ان تحاسب الدولة انه شخص اما المؤسسة فبمعييرها تستطيع ان تقاوم هذا الايه المال الغير مشبوه والذي لا يوافق الاهداف التي تريد ان تحقق فضل حاضر حاضر تعال بقى هنا عشان نقف انا بس مش عارف حا انا وديد المغرفون مش اتحكلم انا بسم الله الرحمن الرحيم محمد السروجي مهندس معماري محمد ايه السروجي مهندس معماري بتعايز اصلاح حاج بس على دور دكتور هاني البنة الفتاة جاي في مصر في تشكيل المجتمع المدني بشكل عملي حاضر حاضر طب انا هقول بقى الاخوة اللي رفعين ايدهم يجي يقفوا تابور هنا احسن علشان ما عشان بالدور اتفضل انا دوري انا شخصيا اتمنى انسجل مؤسسة وجه اشتغل هنا من بكرة يعني لقوا يزايد عنها انا في الست سبعة شهر اللي فاتوا زورت مص بتاع سبعة تمام مرات فان شاء الله الامور ماشي بالتدريج يعني تفضل سوا عليكم بنشكو حياتك لكن انا سوري ان انا انا في اي وقت لو انت عايز نجي لك انا ما عنديش مشكلة بعدي على مصر كتير اصلا ما عداش على ايه على مصر بتكمل اغنية بقى اغني طيب يلا اولا بشكو حياتك ان نجيته فعلا زي ما قالت دكتور ريبا حياتك رجل بامة اه سانيا فيك طراح او فكرة صور عندي اه كانت من النقط اللي طرحت في في الشرائح يعني اللي هي دور الاعلام ليه ما يبقاش في جزء من ميزانية المنظمات او المنتدى او كده مسلا افلام وصائقية ساعات بس في قنوات مشهورة او كده قنوات سواء محلية في البلد المستهدف او القنوات اللي هي ال سي ان ان وغيرها لو تكرموا يعني وسامحوا كده وانتاج مسلا يعني ايه مسلسل بيدعم الفكرة او فيلم يعني مش بس الوصائقي اوكي شكرا جزاكم اغداء الكلام ده اعتقد في فتوى من المفتي الدكتور علي جمعة لاحد الجمعيات مش عارف جمعية ايه هو رئيس جمعية ايه مصر الخير افتالهم بالانفاق من اموال الذكاء على الاعلام فده ممكن ترجع للدكتور علي مفتي ترجع للدكتور علي جمعة او ترجع لمصر الخير السلام عليكم محمود ياسر هندس المنصورة لما بتكلم احضركم شوية ان احنا عندها في مصر مؤسسات مجتمع مدني كتير تجاوز عددها 35 الف ولكن بنتكلم على التعاومة بين المؤسسات والتكوين الشركات وفي هنا نقطة اعطاقنا ممكن غايبة شوية او مش عارف نظامها ايه انا ومسلا لو انا مؤسسة خيرية وفي مؤسسة ما مهتمة بالتعليم مش فكرة بس ان احنا نتعاوم مع بعض اونام العمل مشترك فكرة نزيل بكون فيه استراتيجية اجمع تحتها اكبر عدد المصبوات المجتمع المدني يعني ولكن ان انا عملت مثلا تخطيط استراتيجي للمجتمع وقلت مثلا ان انا عندي في اولوياتي للنهضة ان انا مثلا احل الاول مشكلة الامية ثم مثلا مشكلة التعليم الاساسي ثم مشكلة التعليم الجامعي فلما طلعت مشكلة الامية هتجي المنظمة المسؤولة عن التعليم وتقول للمؤسسة الخيرية انا الناس بطول انا هفرغهم لي اه مخطبة مشكلة الامية وانتم مسلا هتمولوا المشروع او انتم مسلا هتعاولوا الاسر اللي بيتعلمهم لحد ما يتعلمهم هكذا ففين دور التخطيط الاستراتيجي في المجتمع في حاجة زي كده? التخطيط الاستراتيجي هو جزء من النمو الفكري لأي مؤسسة. ما قدرش انا كون مؤسسة لسه بدقة ومش عالفة ام بعمل ايه وعمل ايه. انا اوصل انا نبدأ دلوقتي نعمل شبكات لو مسلا عندنا بعض الناس حيبطل يشتغلوا في التعليم يعمل انتم طبعا كلكم شاطرين جدا في الفيسبوك والفيسبوك عمل صورات مش كده ولا تويتر? مين فيهم? ده تونس ما هو الشعب استعمل التكنولوجيا والله. خلاص انا اسف سحبت 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 انا سحبت. انا سحبت اختراحي. جزاكم الله خير. انني استمع اليك. طيب طيب خلاص يعني ازل وسيلة التواصل دلوقتي يا وبالناس وسيلة التواصل ممكن نبتل نشبك مع بعض عن وسيلة التواصل لتكون ايه? قليلة تكلفة او قليلة الوقت. ما نضيعش وقت الى اخير. فنبدأ بهزا وده هياخد مراحل كتيرة. الفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا وحنا بنستعرض انا محمد مختار. موظف. احنا بنستعرض البرنامج بتاع المؤسسة كان من الستيبس بتاع العرض. حضارة. هدأ اهداف المؤسسات الخيرية. كان من اسباب او الاهداف الاساسية كان تحسين ظروف الفقراء والمتعسرين. مع موجودة في مصر. واللي ليها اجندة. وهي اجندة خفية. هي عزل اموال الاغنياء عن الفقراء. مال الاغنياء للاغنياء والفقراء لهم رب. المؤسسات دي مؤسسات كبيرة جدا. وهي بتعمل على في اطار عمل اسمها وجاهة اجتماعية. المشتركين فيها من طبقة معينة من الناس. والاجتماعات بتاعتهم في اماكن فايف ستار. وبيتم انفاق اموالها على الاماكن. وصلت. وصلت الرسالة. تمام? وصلت. انا فهمت. شكرا. انا كتب وراء صغيرة كده وراء. برا اسمها. الهايدي. سوري. كتبتها كنت في توقف. لما اخرجت من ليبيا كنت في ليبيا. اخبالك بان روح في طرابلس. وانا في طرابلس. اترى تلغت. فوالت اجي على تونس عشان اجي مصر. خدنا العربية واتبهدلنا في الطريق الحمد لله. وده جزء من العمل. وانا في مطار تونس سمعت المكلسوم صح? مش انت قلت يا اسمع المكلسوم? كان بتغني انت عمري. فجزء من المسؤولية المجتمعية بالضبط اللي انت بتقوله ده. اللي هو كيف تبني المؤسسات الكبرى هذي. المؤسسات الصغرى. احنا بنعمل دلوقتي فيه مسئولية. مسئولية على الشركات. والمؤسسات الاقتصادية لدعم المجتمع. اللي هو كوربورت سوشيال سبونسيبوليتي صح? ليا سي اس آر. دي احنا بنسميها او اس آر. ارجاليزيشنال سوشيال سبونسيبوليتي. من حقك انت كمواطن ان تحاسب هذي المؤسسة. لا تنفعل. يكون عندك الارقام. لا تنفعل وتغلي الى اخيره. لكن من حقك تذهب وتحاسبهم او تعمل وحواليهم ورق الضغط او ورق يتعمل. لان احنا عايزين هذي المؤسسات الكبرى المليونية او المليارية تستطيع ان تنمي المجتمع. جزاكم بالله خير. انا كنت اعرف بس الناس. روتاري. ليونز. اكس. ما بدون ذكر اسماع. جزاكم الله خير.